أكدت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية استمرار أزمة انقطاع المياه عن بعض المناطق وأشارت إلى أنه لم يتم حل المشكلة حتى الآن كانت هذه المناطق عانت من انقطاع مستمر للمياه منذ أكثر من ثلاثة أشهر وطالبوا الجهات المعنية بحل هذه القضية للأهالي لم تواجدت الكاميرا ظهر اليوم في الموقع قلنا نبي نشوفوش يقلون الأهالي حول هذه القضية خلونا نشوف جزء مما قالوه ونرجع نتكلم من ثاني في هالقضية مع المياه المشكلة اللي حاصلة معنا انقطاع الماء من فترة إلى فترة يعني اليومين هذي الماء ما ينقطاع كله لكن ضعيف جدا يعني ما يوفي في الغرض ما يوفي في غرضنا يعني الدور اللي تحت يشتغل الدور اللي فوق ما يشتغل عندنا الماء نعاني معاناة شديدة الكلام هذا أكثر من ستة أشهر أنا أعرف جداً أن المياه لها جهود مشكورة لكن أيضاً في أخطاء يجب أن تقف عند الحد اليومين دي راحت الطفل يعاني المرأة يعاني الجميع يعاني كنا نتصل أيضاً على تسعة تسعة ثلاث تسعة لا مجيب بكل شديد الأسف أعتقد أنها بحاجة ماسة لعاد النظر وأرجو حقيقة بالمسؤولين وعلى رأسهم أمير منطقة الشرقية أن يراعوا ويتابعوا مثل هذه الأحداث المزعجة والمولمة الماء الله سبحانه وتعالي وجعلنا من الماء كل شيحي لا حياة بدون ماء لا إبداع بدون ماء لا تعامل أسري بدون ماء أرجو من أعماق قلبي ونحن نقف على شواطي الشرقية الرائعة فأين الحل أرجو أن يأتي الحل سريعاً نحن عندنا مشكلة في الحي في القطاع الماء متكرر باستمرار أكثر من مرة وأكثر من مكان لفترات طويلة وليست يوم أو يومين أو كلمة كده بل بالعكس لسلت أسبوعين يعني وأكثر فطبعاً تأثر مشكلة فيه الطلاب وفيه مدارس وفيه تعليم وفيه صلوات وفيه بيوت بيوت لازم يكون الماء شيء أساسي بالنسبة لها للأسف شديد إحنا طبعاً معاناة في الحي هنا متكررة ومستمرة ويعني معاناة غير طبعية أبداً مشكلة ترى قديمة من زمان اللي هي ضعف الموية يعني غض النظر عن القطاع الحين أتكلم عن الضعف من السنين وحنا ضعف الموية ما يوصل مثلاً الدور الثاني مستحيل أنه يوصل والدور الأرضي لازم يوصل في مطور إذا نقطع المطور أو شيء طبعاً البيت كله ينقطع فوق وتحت طيب الحديث عن هذه الأزمة اللي قاعد يعانون منها الأهالي معي من الدمام مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في المدير العامة للمياب المنطقة الشرقية الأستاذ فهد العنزي أهلاً أخوي فهد الله يحييك يا مرحبا يعطيك العافية الله يعافيك إن شاء الله الناس قاعدة عندها مشكلة عويصة مع المياب الشرقية من ثلاثة شهور تشرح لي فيه مشكلة أو الأمور طيبة لا بشرك إن شاء الله أن الأمور طيبة لكن هي كانت خلال الخمسة أيام الماضية عندنا بعض المشاكل من المصر المنتج للمياه المحلة وهي المؤسسة العامة لتحلية المياه كان عندها أعمال صيانة دورية تحولت هذه الأعمال الصيانة الدورية إلى أعمال صيانة طارئة وانتهت الحمد صباح يوم أمس وعاد الضخل للجميع اللي طلع اليوم على كافة وسائل العلام استوضح الأمر وعرف الأسباب اللي عزت لها المؤسسة العامة لتحلية المياه المشكلة اللي حصلت في انخفاض الضخل بشكل كامل خلال الخمسة أيام الماضية لكن زي ما شفنا في التقرير يمكن أن هناك مشكلة رئيسية عند غالبية السكان هنا في المنطقة الشرقية وهي عدم وجود خزانات أرضية مرتبطة بخزانات أخرى علوية لانسيابيات الضخ في منازلهم عندنا اعتماد كل يحنا يعني يمكن نتميز عن باقي المناطق في المملكة عندنا ضغوط المياه عالية جدا في الشبكة فهذا سبب اعتماد كبير من قبل السكان على الضخ بأنها يرتقي بالمياه من الأسفل إلى أعلى في منشآتهم دون الاعتماد على الانسيابية الآمنة من خلال الخزانات الأرضية إلى العلوية ومن ثم إلى باقي أرجاء المنزل الحديث عن المشكلة يعني وأنت وجودكم إن شاء الله جزء من الحل لكن الأهالي في الأخير ترى ما لهم دخل بأي تفاصيل بينكم وبين تحلية المياه هذا كل ما لهم دخل الأهالي الآن عندهم معاناة من فترة طويلة والذي يطلعوا اليوم يتكلمون شلنا كثير من الكلام اللي كان ممكن يسيء لكم وهو يعني زي ما يقول حقائق أنتوا بعد يبينكم تراعون هالموضوع أنه الناس قاعدة تشتكي من فترة طويلة مهو بس الخمسة أيام الماضية صحيح إحنا غالبية البلاغات اللي يتم الخروج عليها يعني على الواقع نكتشف أنه السبب الرئيسي في عدم وجود المياه في المنزل هي وصولها العداد بشكل مباشر لكن للأسف عدم وجود خزانات أرضية تنظم الإنسياب المائي في المنزل أو في المنشآة في غالبية أحياء ومدن ومحافظات المنطقة الشرقية هذا سبب رئيسي في عدم توازن وجود المياه في المنشآت والمنازل إحنا قاعدين استاذ فهد كأننا قاعدين نقول أنه الناس يعني الفترة الماضية طريقة بنائهم كانت خاطئة فيبغالهم يعدلون هالموضوع صحيح لا هي بالأحرى عدم التزامهم بالاشتراطات الموضوعة أثناء البناء يعني لما يجون ويعتمدون ويجدون أن الضغوط عالية جدا وتصل بالمياه إلى أدوار عليا في منازلهم أثناهم عن وجود أو وضع خزانات أرضية تحت مستوى فناء المنزل لانسيابية الضغو والأمان المائي في حالات الطوارئ وفي الضغط الدوري يعني الضغط الدوري اليومي يعني لو لاحظنا حنا باقي مدن المملكة مثلا على سبيل المثال الرياض العاصمة لا يكاد يخلو بيت من وجود خزان إذا ما كان فيه خزان إضافي ثاني أرضي ومثيل له في السعة علوية لانسيابية المياه في منازلها صحيح في الغالب في البيوت اللي في الرياضة هو حتى في جدة وبعض كثير من المناطق أنه يكون فيه خزان تحت وفيه أيضا خزان علوي الخزان اللي تحت تطلع إلى المنطقة الشرقية والسبب الرئيسي أنه ضغوط المياه عالية عندنا في الشبكات وليست دورية مثل باقي مدن محافظات المملكة طيب المناطق اللي تضررت أستاذ فهد في المنطقة الشرقية هل كل المنطقة الشرقية أو لمناطق أنتوا عارفينها؟ وش المناطق؟ تضررت خلال فترة خفض الضخ الأيام هذه الخمسة ولا أنت تتكلم عن الفترة لا لا نتكلم عن الخمسة أيام الماضية الخمسة أيام الماضية كانت نعم في مدن محددة مدن محافظات محددة هي مدينة الدمام ومدينة ومحافظة القطيف إضافة إلى سهات وصفوة رأس النورة وبقيق بينما باقي المدن الخبر والأحساء وبعض المحافظات الأخرى متبقية من 12 الإدارية في المنطقة الشرقية لم يحصل لها أي ضرر وكانت انسيابية في المياه بشكل دوري طبعا المديرية هنا لما صار خفض الضخم من المؤسسة العامة المياه المحلة لها دور هنا في إدارة الأزمات عندنا فريق إدارة الأزمات قام بتشغيل كافة الأبار الموجودة في هذه المحافظات المتضررة وتعويض النقص الحاصل في إمداد المياه المحلة في هذا المدن طبعا باختلاف الضغور سيد فهد شكوى الناس من المياه بالمنطقة الشرقية نقدر نقول أنها إلى حل خلال كم؟ هي محلولة لكن بمساعدة ومساندة المواطنين في أنفسهم يعني لما الشخص إحنا تلاقي عندنا أمثلة في شارع واحد ثلاث منازل يشتكون من انقطاع المياه بينما ستة منازل أخرى لا يعانون من أي انقطاع والسبب وجود تنظيم ماء داخل منازلهم طيب الأهالي يسمعون هالكلام منك وهم الآن هم أهل المشكلة بعد حنب أيضا نسمع منهم إن كان فيه مشكلة أخرى وأنتو أيضا يجب أنكم تكونوا موجودين دائما أشكر لك هذا الضغور أشكر لمديرية المياه أنها ظهرت معنا كانت تظنها زعلانا شوي من الإعلام الفترة الماضية والحين جزاكم الله خير رضيته عننا هذا شيء مهم أخوي فهد الأنزي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية شكرا جزيلا لك